هذا وتكتسب أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية كبرى على المستوين الإقليمي والدولي لما تشكله المنظومة الجامعة من ثقل سياسي وستراتيجي ولذلك فإنها تحظى هذه الدورة بتركيز إعلامي إقليمي ودولي لتغطية أعمالها ومتابعة تفاصيلها كافة أقلام وكاميرات العالم صحف وقنوات عديدة تتجه اليوم إلى قلب العاصمة الرياض استعدادا لنقل وقائع أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ليتصدر هذا الحدث السياسي الهام وسائل الإعلام المحلية والخليجية والدولية بزخم وإعداد كبيرين يتناسبان وأهمية ما يمثله المجلس للمنطقة والعالم على كافة الأصعدة طبعا اليوم نشوف مجموعة كبيرة من الإعلاميين الحقيقة أكثر من 300 إعلامي يحضرون لتغطية الاجتماع القمة الخليجية وهذا يدل على الاحتمام الكبير بهذه المناسبة الهامة تم التحضير لهذا الموضوع منذ فترة وندعو جميع الإعلاميين أيضا لحابي غطي القمة أن يكون متواجد المملكة العربية السعودية قوية وشامخة وتثبت يوما بعد يوم أنها فعلا لا تعبى لهذه الأصوات النشاز هذه الأصوات البائسة التي فعلا تنعق بما لا تعي فعلا هناك تلاحم كبير اليوم نراهما بين القيادة والمواطن هناك تقدم كبير على كافة الأصعدة وهذا الشيء الذي يهمنا أما الحاسد فلا نستطيع أن نرد على كل حاسد فدعهم يتكلمون وفي نهاية المطاف الأعمال التي على أرض الواقع هي التي ترد على هذه الأصوات الحاقدة القمة الخليجية نعرف منه هذه المنظومة الخليجية ومجلس التعاون الخليجي يقام كل عام وعندما يلتقي القادة فعلا ترتب الأولويات وتضع أجندة التحديات وكيفية مواجهتها وصد المهددات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في حملة إعلامية شرسة ومسعورة على المملكة العربية السعودية لكن هل تؤثر على المملكة؟ المملكة كبيرة وقدر الكبار أن يتعرضوا لمثل تلك الحملات لكن أيضا في المقابل المملكة ليس لديها شيء تخفيه وقال ذلك الملك وولي العهد وأكد على ذلك مرات عدة المملكة ليس لديها شيء تخفيه ولا تخشى شيئا المملكة العربية السعودية الشقيقة وكعادتها في استضافة الاجتماعات الهامة والمحورية على مستوى دول المنطقة وفرت كافة التسهيلات والإجراءات التي من شأنها تيسير عمل وسائل الإعلام التي تواجدت بكافة أدواتها ووسائلها المتنوعة لنقل وقائع هذا الحدث من خلال التقارير والتصريحات والبرامج التلفزيونية الواسعة لتضع المتابع والمهتم في قلب الحدث وعلى الهواء مباشرة إن شاء الله يكون نتائج القمة تكون في حجم توقعات وفي حجم هذا الحج الإعلامي الكبير أنا أرى أن المملكة بدلت مجهود حتى تستدعي عديد القامات والهامات الصحفية من عديد الدول العربية وإن شاء الله تكون نتائج القمة التي تجي في ظروف دقيقة وصعبة إن شاء الله تكون في مستوى النتائج في مستوى المأمول ألا يأملوا شعوب المنطقة وتأملوا المملكة طبعا تجيزات بصراحة هي تجيزات كبيرة هناك مركز إعلامي مجهز بأحلة الوسائل في أنترنت في أي شيء هناك ثلاث مئة صحفي موجودين في هذا المركز يتعاملون مع الأخبار وأيضا القنوات الفضائية فحقيقة هي تجيزات كبيرة ما شاء الله الأخوة في المملكة العربية السعودية قاموا بيدوع جهد كبير وهم واصلين ذلك أيضا هناك دعم لوغستي لمن يرغب أو من يحتاج إليه من قبل المسؤولين في المركز رغم الأهمية البالغة للإعلام إلا أنه يبقى مرآة تعكس واقع النجاح الذي تحققه دول المجلس في الحفاظ على هذه المنظومة الهامة ناجحة تمضي في مسيرتها المباركة بعزم قادتها الحكماء حضور إعلامي لافت هنا في العمق الاستراتيجي الخليجي العاصمة السعودية الرياض حاضرة الأمتين العربية والإسلامية يتواصل فيها العمل الخليجي المشترك لتحقيق الخير والازدهار ومواجهة من لا يريد خيرا لهذه المنطقة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين من الرياض تلفزيون البحرين من الرياض